الجيش السوداني يقف إلى جانب قائده العام عبدالفتاح البرهان في كل خطواته التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للشعب السوداني بما فيها لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهي ولايته بنيامين نتنياهو في عنتب مؤخرا البرهان الذي التقى عددا من الصحفيين بالخرطوم قال إنه أخطر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بمساعيه مع إسرائيل دون تفصيل وأن حمدوك رحب بالخطوة معتبرا ذلك يصب في مصلحة بلاده الدواعي التي جعلت اللغاء يتم في يوغندا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي هي الإحساس بالمصلحة الوطنية العليا وما يواجهها السودان من أختار دولية تحتاج فعلا لهذه الخطوة الجرية من بوابة التطبيع مع إسرائيل إذن تسعى الحكومة السودانية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وفي مقدمتها إنهاء عزلتها الدولية وتخفيف العقوبات الأمريكية المفروض عليها واندماجها مع المنظومة العالمية كدولة لا تعادي أحدا تقول ذلك وهي تؤكد على موقفها المؤيد للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية لسنا مهتمين بالتفاصيل من شاور من وهل اتفقوا أم اختلفوا لأن هذه التفاصيل الجوهري المين بوينت هو أن هذه الخطوة إضافة لأنها تتناغض مع موقف شعب السودان من القضية الفلسطينية لم تستوعب دروس من ورطوا بهذا الفخ وهي ليست من صميم واختصاصات مؤسسات الفترة الانتقالية من أقصى اليمين الإسلامي إلى أقصى اليسار الاشتراكي تباينت مواقف الأحزاب السياسية حيال دعوات التعاون مع إسرائيل تلك بوادر أزمة تجاوزتها الحكومة بتشكيل لجنة وزارية خاصة للنظر في ملف استكمال التطبيع مع إسرائيل بإشارة قالها البرهان بأنه أخطر رئيس مجلس الوزراء قبل 48 ساعة بأنه سيغابل مسؤول إسرائيلي كبير أعتقد أن هذه اللجنة ستكون برئاسة البرهان وحمدوك للمضي بهذا الأمر وأعتقد أنهم يتفقون ويوافقون على المضي قدما في هذا الأمر موقف السوداء من التعاون مع إسرائيل ظل ثابتا طوال السنوات الماضية ويرى خبراء أن تغيير هذا الموقف لا يكون لحكومة انتقالية محدودة الصلاحيات وعليه فإن أي تقدم في هذا الملف يحتاج إلى قرار من برلمان منتخب أو مؤتمر دستوري شامل كثرة الأزمات التي تعيشها السوداء واستعصت على الحلول المطروحة يبدو أنها كانت سببا دفع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو في يوغندا لقاء أيدت واشنطن التي ينتظر أن تستقبل البرهان خلال الأيام المقبلة عبدالباق العوض الحرة الخرطو